موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها كالعادة بالعنوي موسيقى من المصدر أونلاين متاجر الذهب في صنعاء تغلق احتجاجا على ضرائب الحوثيين موسيقى ومن البي بي سي أثقر رئيس سابق في العالم يرفض الحصول على راتب تقعودي موسيقى ومن أخبارنا المنوعة شبيه صدام حسين يواجه الأعدام في الولايات المتحدة الأمريكية موسيقى أهلا بكم والبداية من صنعاء يعنون موقع المصدر أونلاين حول شكل من أشكال الاحتجاج ضد الفوضى التي تديرها ميليشيات الحوثي متاجر الذهب في صنعاء تغلق احتجاجا على ضرائب الحوثيين الكبيرة وانهيار العملة قال الموقع أن متاجر الذهب في صنعاء أعلنت الإضراب الكامل احتجاجا على الضرائب التي رفعتها سلطات الحوثيين والتي وصلت مستويات قياسية وبحسب شهود عيان أفادوا للمصدر أونلاين فإن متاجر الذهب هددت بالإغلاق الكامل بعد أن فرض الحوثيون ضرائب كبيرة بمعدل ألف ريال لسعر الجرام الواحد وقال التجار أنهم يجنون أرباحا تتراوح بين 200 و 500 ريال في الجرام الواحد وأن فرض ضرائب بذلك الحجم يجعلهم يتكبدون خسائر كبيرة في ظل تراجع المبيعات وانهيار السوق إلى صحيفة أخبار اليوم والتي جاءت في صفحتها الأولى عدد من العنوين أبرزها الرئيس يصل إلى الرياض بعد يوم من وصول السيسي ولقاء الملك سلمان وعنوان الجيش بتعزي طهر حي الجمهوري ومقتل قيادي حوثي و15 آخرين في هجوم بالبرح ومن عدن المجلس الانتقالي يقول أنه يستعد لإدارة الموارد إذا بسط سلطته على الدولة وسياسيا الحكومة تتهم البعثة الأممية بالانحياز لميليشيا الحوثي وعنوان آخر الجيش يحرر مواقع مطلة على سوق الملاحيظ ويباغت الميليشيا في كتاف شرق صعدة في موقع إذاعة فرانس سنتر الإخبارية كتب الصحفي الفرنسي أنتوني بيلونغي مقالا شرح فيه التحديات التي تواجه حرب اليمن وكيف امتدت هذه الحرب إلى سنوات وكيف تحول أحد أكثر الجيوش تسلحا إلى مصدر للسخرية بالمعنى العسكري وقال الصحفي تدخل الحرب في اليمن عامها الرابع دون إعطاء أي علامة على تهديئة والسبب في ذلك يعود إلى أن المملكة العربية السعودية ترفض اعتبار نفسها قد هزمت عندما تم الاستهزاء بها قتل أربعون طفلا في اليمن جراء غارة جوية سعودية كان ذلك الأسبوع الماضي وما زال رعب هذه العملية العسكرية العديمة الجدوى قادرا على إثارة غضب العالم أجمع بالطبع سيتم إجراء تحقيق داخلي في أقرب وقت ممكن في هذه الأثناء تدخل الحرب في اليمن عامها الرابع ولا تعطي أي علامة على التهديئة بل العكس وما يتجلى في أوائل شهر يونيو وعلى التحالف المتخبط الذي يقوده السعوديون والإماراتيون بإيجاد مخرج ستبدأ أم كل المعارك إنها الاستلاء على ميناء الحديدة اليمني من الحثيين يتلقى اليمنيون مساعدات إنسانية عبر هذا الميناء فهو المنفذ الوحيد الذي لا يزال مرتبطا ببقية العالم هذا هو السبب أيضا في أن المنظمات غير الحكومية وأيضا عدد قليل جدا من البلدان الغربية بما في ذلك فرنسا حاولت منع المملكة العربية السعودية من القصف المفرط في الواقع لا يتواهم أي شخص إمكانية السعودية من كسب هذه الحرب التي أطلقت في عام 2015 بأنها ستكون نزهة في الهواء الطلق فبعد كل شيء بدأ أن قصف المتمردين الذين لا يملكون إلى المدافع هو أمر في متنول أيدي الجيش السعودي أثري جدا بالسلاح في الواقع فإن الحثيين في الداخل مصممون على المواجهة والسعوديون يقومون بحرب من السماء دون أن يطأوا قدما على الأرض نعم لأن سعادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي قرر هذه الحرب الشريرة قد فقد صبره لذلك يضرب يقصف يفرش القنابل ولا يحصل على أي نتيجة لا شيء جيد خلال عام واحد تم تفكيك ما يزيد عن 300 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق البلاد المختلفة وعنوان موقع الصحوانت البرنامج الوطني لنزع الألغام تفكيك أكثر من 300 ألف لغم من خلال العام 2017 وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد الركن أمين العقيلي أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية أقدمت على زراعة الألغام في جميع المحافظات والمناطق التي وصلت إليها وقال إن ميليشيات الحوثي الإنقلابية لم تترك شبرا في المناطق التي وصلت إليها إلا وزرعته بالألغام المتنوعة ومنها المضادة للأفراد وبأنواع وأشكال مختلفة وعن أنواع الألغام التي تستخدمها الميليشية قال أنها تشمل ألغاما مضادة لدروع وأخرى للأفراد كما ظهرت خلال الفترة الحالية أنواع مختلفة من الألغام مجهولة الصنع وأخرى إيرانية الصنع أو محلية بخبرات إيرانية وحول عمل المركز وخارطة انتشار الفرق الهندسية في المحافظات اليمنية قال أن المشروع يعمل بقوة 32 فريقا هندسيا منها 16 فريقا في محافظات مارب والجوف وصنعاء والبيضاء وشبوة إضافة إلى 16 فريقا يعملون في عدن ولحج وتعز وفي الساحل الغربي إلى موقع عدن الغد والذي عنون في صفحته الرئيسية أمن عدن ينجح في ضبط 12 قطعة أثرية مهربة من صنعاء إلى جيبوتي قال الموقع أن قوة الأمن في ميناء المعلى ضبطت 12 قطعة أثرية نادرة كانت مخبأة وسط بضاعة على أحد المراكب التجارية المغادرة إلى دولة جيبوتي وقام أفراد أمن ميناء المعلى ومدير أمن الميناء بفحص المضبوطات عبر خبير متخصص في الآثار أكد بأنها قطع أثرية نادرة يعد إخراجها من البلد مخالفا للقانون ووفقا للموقع فقد بيّنت التحقيقات الأولية مع صاحب المركب أن المضبوطات والتحف الأثرية تعود ملكيتها لتاجر من صنعاء مقيم في جيبوتي وكانت مخبأة وسط بضائع قادمة من صنعاء مرسلة إليه على متن مركب متجه إلى جمهورية جيبوتي وزير الصناعة والتجارة اليمنى محمد الميتمي كتب مقالا في صحيفة العرب نقش فيه جزءا مما تخلفه الحروب الأهلية وكيف تعاني اليمن من ذلك هل يحتاج اليمن إلى بناء الدولة أم بناء الأمة أم كليهما معا ومن له الأولوية على الآخر لا يحتاج الأمر منا إلى الكثير من التدليل والشرح على أهمية طرح هذه الحتميات السياسية الملحة في يمن دمرت الحرب الأهلية هذه البنية الأساسية وضربت اقتصاده الوطني في الصميم ومزقت نسيجه الاجتماعي إلى مستويات لم يعهدها اليمن أبدا من قبل وبرزت وتخلقت بفعلها قوان اجتماعية وسياسية قديمة جديدة وامليشيات مسلحة مدفوع أجرها تحرث تربة اليمن طولا وعرضا تزرع فيه الفرقة ونزاع الانفصال والتطرف والكراهية والمذهبية والسلالية والطائفية والمناطقية وغيرها من معاول الهدمي والدمار هذا الحصاد المدمر للحرب الأهلية الأخيرة في اليمن التي اندلعت شرارتها في عام 2014 يقتضي امتلاك ناصية الحقيقة التاريخية وتسلح بأفضل المعارف وأدوات ومنهجيات الجدل لتجاوز هذه المحنة المهلكة وركامها الشاهق من الفضائع والمآسي 144 حرب أهلية تقريبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سحقت أمما ودولا كثيرة وقعت في شراكها وقليلة تلك هي التي نجت واستطاعت أن تعيد بناء نفسها وأممها لتنعم بالسلام المستدام والاستقرار والزهر وكانت المقاربات والأدوات الصحيحة التي سارت على نهجها العديد من الدول الناجية من أثار الحروب الأهلية وسعيرها هي التي قررت مصير تلك البلدان من أن تبقى مستقرة نامية أو تتكرر فيها الصراعات وتدوم اليمن اليوم هو دولة فاشلة بامتياز ولا مجال لإخفاء ذلك الضرور الأكبر والأخطر هو في إغماض أعيننا عن رؤية الحقائق كما هي عليه مهما كانت مريرة وهذه الحقيقة المرة والتي لم تظهر دفعة واحدة بل هي حصيلة تراكمات تاريخية ونزاع دائم بين أعضاء التحالف المهيم لعقود من الزمن بلق القرون ثلاث سنوات مرت على اختطاف الموظف في مكتب التربية والتعليم مديرية حفاش التابعة إداريا لمحافظة المحويت غرب صنعاء صغير فارع من قبل مسلح ميليشيا الحوثي دون أن تسمع زوجته خبرا عن مكان اعتقاله ويعنون موقع المشاهد نت زوجة صغير فارع لا تستطيع إقناع أولادها بعودة والدهم لم تسمع زوجته خبرا عن مكان اعتقاله إلا من طيف يراود خيالها بلحظات الوداع الأخيرة كما تقول المشاهد مستدرك أولادك يسألون عنك ولا ندر ماذا نقول لهم الأمر صعب للغاية لا أستطيع إقناع الأولاد بعودة أبيهم وهم يسألون عن مصيره ويبكون باستمرار كل الإجابة ضاعت بين ركام الهم الذي نعيشه انتظارا لعودتك إلينا واقتاد مسلحون ميليشيا الحوثي فارع في فبراير 2015 إلى مكان مجهول في محافظة المحويت التي يعيش فيها كما اختطفت في المحافظة ذاتها 1797 شخص منذ أكتوبر 2014 وحتى يونيو 2018 وبحسب ما تقوله مصادر محلية للمشاهد فإن ميليشيا الحوثي تمارس الكثير من الانتهاكات والممارسات بحق الآلاف من أبناء المحافظة فهناك غضب شعبي كبير في المحويت ضد مسلحي الجماعة مع ما تمارسه من تصرفات غير إنسانية بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في ترجمة خاصة لقناة بلقيس تستند صحيفة لوفي جاغو الفرنسية والتي ذكرت أن اليمن ينتظر دعوة الأمم المتحدة لمحادثات جينيف تستند إلى تصريحات سفير اليمن لدى الأمم المتحدة والذي قال حكومته لم تتلقى بعد دعوة لإجراء محادثات سلام في جينيف في سبتمبر لكنهم مستعدون للمشاركة رغم عدم أمل النجاح وأضاف السفير علي مجور في مؤتمر صحفي بجينيف نحن في انتظار الدعوة في أوائل أغسطس أخبر المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتين جريفث مجلس الأمن الدولي أن الحل السياسي ممكن في اليمن والأحزاب المختلفة ستلتقي لبدء المحادثات السلام يوم السادس من سبتمبر في جينيف مصدر حكومي يمني في الثالث من أغسطس لوكلة فرانس بريس طالبا عدم الكشف عن هويته أكد أن حكومة الرئيس هادي المعترف بها من المجتمع الدولي مستعدة للمشاركة في هذه المناقشات وفي اليوم التالي أعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون عن قبولهم الذهاب إلى جينيف غير أن علي مجور أشار إلى أنه منذ إعلان جريفث لم تقدم الأمم المتحدة أي تفاصيل عن هذه المحادثات ولسيما عن اجتماع محتمل بين الحكومة والمتمردين منذ قتلهم لعلي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر 2017 كما تذكر صحيفة العربي الجديد استكمل الحوثيون استحواذهم على المؤسسات الرسمية في صنعاء واستقطابهم لرموز وقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام وأصبحت قيادة حزب المؤتمر في صنعاء خاضع للحوثيين وغير قادرة على مجرد إحياء ذكرى تأسيس الحزب أو حتى المطالبة بالكشف عن مصير جثة مؤسس ورئيس الحزب في أغسطس من العام الماضي وصل التحالف بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر بقيادة صالح حينها إلى مفترق طرق مثلت فعالية إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب في الرابع والعشرين من أغسطس 2017 آخر حشد جماهيري كبير للمؤتمر وبدأ واضحا أن صالح لم يكن قادرا على مواجهة الحوثيين ولا على الاستمرار بالتحالف معهم أيضا حزب المؤتمر الذي حكم اليمن ثلاثين عاما بقيادة صالح أصبح بلا مقرات رسمية بعد تدمير بعضها من قبل التحالف وبعضها الآخر من قبل الحوثيين وأواخر 2017 ومطلع 2018 تعرض الحزب للانقسام الثالث بعد انقسامات حادة على خلفية أحداث 2011 وأخرى شبيهة بها بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014 وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في 2015 وأصبح الحزب ضحية للسياسات نفسها التي مارسها مع أحزاب معارضة له خلال فترة حكمه لليمن هل تعلمون أن عدد وزراء الحكومة اليمنية أكثر من عدد وزراء أمريكا وروسيا مجتمعين أليس هذا ضربا من الفنتازيا المجنونة؟ هذا مقتطف من مقار كتبه محمد جميح خاطب فيه رئيس الجمهورية عدرب منصور هادي وضعا أمامه العديد من التساؤلات التي يتداولها اليمنيون وقال الكاتب في القدس العربي هل يجوز أن يقضي وزير أو محافظ معظم وقته خارج البلاد؟ هل يجوز أن تكون الرياض أو القاهرة أو غيرهما؟ هي المقر الدائم لمعض كبار مسؤوليك ما معنى أن ينقل محافظ أسرته إلى القاهرة؟ أو أن يقضي معظم وقته في الرياض بحجة متابعة قضايا محافظته لدى دوائر حكومية سعودية أو مصرية؟ هل يستهبل هؤلاء المسؤولون عقليات المواطنين الذين تجاوزوا سن الطفولة السياسية؟ هذه مهزلة أصبحت شرعية بسببها محل تندر وسخرية هل يجوز أن يستمر مسلسل استهداف الحكومة بأنها حكومة الفنادق؟ حكومة كهذه هل يمكن أن تحقق النصر على الحوثيين الذين يعرف معظم اليمنيين أنهم أضعفوا من أن يواجهوا لولا أن خصمهم غير جادين في هزيمتهم بسبب لا مبالاتهم وتفرقهم ولأن الكثير من هؤلاء الخصوم يستفيدون مهديا من هذه الحرب الكرهة إذا لم تكن لدى هؤلاء المسؤولين الجوالين غيرة على سمعتهم المهنية فليكن لديك أخ الرئيس حرص على أن لا يتحدث التاريخ أنك عينت مسؤولين يلتقون بنزلاء الفنادق ورواد المقاهي في القاهرة وغيرها أكثر مما يدومون في أعمالهم هناك جيش من المسؤولين العاطلين عن العمل في السلك الحكومي في الداخل والخارج هؤلاء يجب أن يتم التعامل معهم بإرادة سلطة حازمة ينبغي أن ترسل رسائل إنذار إلى جيوش الدبلوماسي اليمني المعطلة في الخارج بعض السفراء سعى لتعيينه في منصب سفير ليأخذ إجازة طويلة من الوطن ولكي يستجم في هذه العاصمة الجميلة أو تلك بعض السفراء يظن أن المعنى القاموسي لكلمة سفير هو سائح أو تاجر شنطة هذا السفير يجب أن تترك له الفرصة للسياحة والتجارة ولكن بدون منصب رسمي وهو حر بعدها يفعل بوقته ما يشعر قال رئيس أوروغواي السابق خسيم موخيكا الذي أطلق عليه لقب أفقر رئيس في العالم بسبب أسلوب حياته شديد التقشف أنه لا يرغب في الحصول على أي راتب تقعدي عن فترة خدمته كعضو في مجلس الشيوخ وعلق موقع البي بي سي أفقر رئيس سابق في العالم يرفض الحصول على راتب تقعدي وكان قد تقدم باستقالته يوم الثلاثاء من عضوية مجلس الشيوخ التي شغالها منذ عام 2015 بعد انتهاء فترة ولايته لرئاسة البلاد التي استمرت خمس سنوات وقال أنه لن يكمل فترته حتى 2020 لأنه تعب بعد رحلة طويلة وقدم الرئيس السابق استقالته الرسمية في خطاب أرسله لرئيسة مجلس الشيوخ التي شغلت منصب دائب سابق لرئيس الدولة وزوجات مخكة وقال في الاستقالة وعلى الرغم من ذلك ونظرا لأن عقلي ما زال يعمل لا يمكنني الاستقالة من التضامن ومعركة الأفكار تضيف البي بي سي يعيش مخكة وزوجته في مزرعة ورود شديدة التضاوء التواضع على مشارف مدينة مونتي فيديو وتبرع بمعظم راتبه كرئيس للجمعيات الخيرية ولم يمتلك منذ توليه السلطة في عام 2010 سوى سيارة فولكسفاغن موديل 1987 كتبت صحيفة البيان عن إعدام شبيه صدام وفي التفاصيل قالت محكمة أمريكية في ولاية تكساس قضت بإعدام أردني يبلغ من العمر 60 عاماً تصفه تقارير إعلامية بشبيه صدام حسين بعد إدانته بتنفيذ جريمتين مروعتين إذ قتل زوج ابنته وصديقتها التي شجعتها على الاقتران بالرجل الذي تحبه غضب الأردني علي محمود عندما تركت ابنته المنزل للزواج بأجنبي مما جعله يدبر قتل صهره وصديقة ابنته التي شجعتها على زواج الحادث وقع في 2012 وتطلب إصدار الحكم عدة جلسات قبل الحسم فيه واستمرت محاكمة محمود أكثر من 6 أسابيع لكن المحلفين تداولوا لمدة 35 دقيقة فقط الشهر الماضي قبل إدانته بالقتل أما إعلان حكم الأعدام فتطلب حوالي 9 ساعات من المفاوضات بين هيئة المحلفين قبل نطقه في إحدى المحاكم من مدينة هيوستن من الدليل تيليغراف وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم نطالع معكم صورها المنوعة والمختلفة التي التقطها مصوروها من مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر أحداث اليوم كيف تحولت لرسوم كاريكاتير هذا ما نتابعه فيما نشرت عدد من الصحف ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحف نلقاكم غدا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر